موقف الولايات المتحدة من لبنان موقف ثابت ديفيد هيل مساعد وزير الخارجي الأمريكي للشؤون السياسية أكد هذا الأمر خلال لقائه بالرئيس ميشيل عون في بيروت وأكد أيضا أن واشنطن لن تتدخل في شؤون لبنان وأن مساعيها تصب في مصلحة بيروت من خلال التعاون فقط مع السلطات اللبنانية والأصدقاء في المنطقة للمساعدة، مساعدة الشعب اللبناني على تجاوز الأزمة الراهنة لقاء ديفيد هيل بالرئيس ميشيل عون جاء ضمن سلسلة لقاءات أجراها المبعوث الأمريكي مع مسؤولين في لبنان وقاد من أحساب المعارضة أكد خلالها على ضرورة القيام بالإصلاحات المطلوبة ومحاربة الفساد وهي مطالب شعبية مباحثات هيل في بيروت تزامنت مع مباحثات لوزير الخارجية الألماني ووزيرة الدفاع الفرنسية كل هذا الحراك السياسي الدولي هل يدفع لبنان لإطلاق برامج الإصلاحات ومحاربة الفساد وهل ممكن أيضا هذا مع السمرار حيمنة حزب الله يقف الساسة اللبنانيون أمام جدار المطالبات الدولية بالإصلاحات مقابل تدفق المساعدات المالية ودعم الاقتصاد المتهاوي باتت الخشية من تسلل الفساد إلى قنوات الدعم للبلاد أولوية لدى الدول المانحة التي أعلن بعضها أن المساعدات ستمر عبر الأمم المتحدة ولن تذهب إلى الحكومة اللبنانية مباشرة وكان المشاركون في مؤتمر المانحين الذي رعته فرنسا تعهدوا بتقديم 300 مليون دولار على شكل مساعدات عاجلة للتخفيف من تداعيات انفجار بيروت والذي عرى أركان نظام المحاصصة الطائفية الحاكم يخشى اللبنانيون أن لا تخرج وعود الرئيس ميشال عون عن دائرة التصريحات في ظل استمرار هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة وتغلغ لميليشياته المسلحة في أركانها فالحزب معني أكثر من غيره بملفات الفساد وتدهور الأمن وضعف القرار السيادي اللبناني وهو جزء من العملية السياسية أيضا ويأتي حديث عون بشأن أولوية الإصلاحات ومحاربة الفساد بالنسبة للحكومة الجديدة في سياق رغبة المجتمع الدولي التي عبر عنها مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل معتبرا أن المضي بإصلاحات حقيقية يفتح الباب أمام تحرير أموال مؤتمر سيدر في باريس عام 2018 وكسب ثقة صندوق النقد الدولي ويرى خبراء اقتصاد لبنانيون أن الإصلاحات الاقتصادية لن تكفي وحدها بدون إنهاء هيمنة حزب الله المدعوم من طهران على القرار السياسي اللبناني إلى نائب في البرلمان اللبناني وهبي قطيشة أهلا بك سيدي شكرا على وقتك الثمين ولاية المتحدة الأمريكية تريد مساعدة لبنان فرنسا تريد مساعدة لبنان ألمانيا تريد مساعدة لبنان تفضل ولا تنسى دول أخرى أيضا دول الخليج الكل يريد مساعدة لبنان طبعا كل الدول تريد مساعدة لبنان دول ديمقراطية والدول الحرة في العالم إنما سواء كانت عربية وأوروبية وأمريكية وأي دولة صديقة إنما هناك منظومة حكم حالية تتكون من حزب الله ومن التيار الوطني الحر هي التي عبست فسادا بلبنان منذ عشر سنوات حتى اليوم وأكبر دليل على ذلك أن هناك فريق رئيس الجمهورية الذي يتسلم وزارة الطاقة منذ عشر سنوات ولا يزال اللبنانيون بدون كهرباء منذ عشر سنوات حتى اليوم بعد أن أنفقوا عليها حوالي نصف الدين العام تقريبا لذلك كل الأصدقاء من عرب وأوروبيين وأمريكيين وغيرهم يريدون مساعدة لبنان ولكن في ظل الفساد الحالي هم يرفضون مساعدة لبنان لأن الأموال التي سيدفعونها ستذهب إلى الفساد وهم يرفضون ذلك بعد تجربة طويلة استمرت أكثر من عشر سنوات لذلك أعتقد بأنهم يفرضون حتى الأوروبيين والأخواننا العرب يفرضون على الدولة أن تمارس الإصلاح أن تفعل الإصلاح في الإدارات وفي الوزارات لتمكن من أعطائها الأموال وإلا لن تأتي هذه الأموال والدليل الأخير أن هناك 300 مليون دولار هبة للبنانيين ستعطيها لمنظمات الأمم المتحدة وليس إلى الحكومة اللبنانية كمساعدة من أجل انفجار مرفع بيروت والفرنسيون أعلنوا أن الجيش اللبناني هو الذي سيتولى توزيع المساعدات الإنسانية سنعود إلى هذه النقطة ولكن لفتني تصريح لوزير الخارجية الإيراني جواز ظريف بعد لقائه الرئيس ميشيل عون قال أن إيران مستعدة للإعمار وأن الشركات الإيرانية قد تأتي ولكن قال أيضا أمرا مهما أن إيران ترفض التحقيق الدولي ومستعدة للمشاركة في التحقيق حول الذي يجرى في المرفع كيف؟ أولا نحن لا نسق بإيران بأنها ستقدم الدعم إلى لبنان هي تقدم الدعم إلى ميليشيا مسلحة فقط ثانيا عندما ترفض التحقيق الدولي إيران طبعا لأن التحقيق الدولي سيوجه الإدانة إلى المنظومة الحاكمة إلى التيار الوطني حر وحزب الله لأنهم هم يسلمون الدولة اليوم يتسلمون زمام السلطة لذلك هي ترفض التحقيق الدولي لأن التحقيق الدولي سيقود إلى الحقيقة والحقيقة ستدين هذه المنظومة التي تحكم لبنان اليوم شي طبيعي أن الوزير ظريف أكيد لا يقبل أن يحكمه خاصة أن التحقيق الداخلي في لبنان هو أعجز من أن يصل إلى الحقيقة أو لبنانية وتانيا حتى لا يدين نفسه لا يدين السلطة التي تتحكم بالبلاد يعني ممنوع التحقيق لأي دولة غيري فقط إيران مسموح لها التحقيق أمر غريب دعني أذهب إلى ما قال السيد ديفيد هيل أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لأن تجعل الـ FBI تشارك في عمليات التحقيق هذه مساعدة مهمة بالنسبة للدولة اللبنانية طبعا الـ FBI ستساعد في التحقيق والخبراء فرنسيين سيساعدون بالتحقيق وخبراء هولنديين سيساعدون بالتحقيق إنما إذا لم يكن هناك مظلة دولية هي التي تستغل هذه المعلومات هذه المعلومات إذا ذهبت إلى يد القضاء اللبناني ستضيع في الجوارير كما ضاع غيرها في السابق لذلك لا يمكن الاتكال فقط على تحقيق الخبراء فقط إنما أنت بصدد وجود أو بحاجة إلى تحقيق دولي يبدأ في جورجيا يمر في اسطنبول يصل إلى الأرض اليونانية وينتهي في بيروت نحن نريد أن نعلم من أين أتت هذه المتفجرات ومن أشرف عليها خلال هذه السنوات في مرفع بيروت والأهم من ذلك ما الذي جرى فعلا تحت صومعة الغلال أو تحت العنبر 12 لأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه ستة انفجارات حدثت قبل الانفجار الكبير هذه الانفجارات حدثت تحت الأرض فما الذي جرى تحت الأرض؟ سؤال مهم دعنا نذهب إلى الأمام سيدي الكريم طبعا إذا كان لديك تعليق تفضل ولكن بعدها أجب على سؤالي الوضع السياسي الآن كيف يمكن أن ينعكس ويستوعب حجب المساعدات المعروضة على لبنان داخليا ويستوعب أيضا مسألة الغضب الشعبي على كل الطبقة السياسية الحاكمة؟ طبعا أولا المساعدات ستأتي بواسطة الأمم المتحدة لأن الأمم المتحدة والذين يتبرعون بالمساعدات لا يسقون بالمنظومة الحاكمة لذلك هذه المساعدات ستصل إلى اللبنانيين بواسطة المنظمات غير الحكومية ثانيا الشعب اللبناني بأغلبيته الساحقة اليوم يطالب بحكومة حيادية مستقلة لا علاقة للأحزاب الموجودة في البرلمان بها ونحن في القوات اللبنانية طالبنا منذ أكثر من عام بأن تتسلم حكومة مستقلة السلطة في لبنان لإنقاذ لبنان من الوضع الاقتصادي والوضع المالي والوضع النقدي لكنهم رفضوا بذلك وهذا ما أدى إلى استقالة وزرائنا قبل الثورة لذلك يبقى للكثير ما هو المطروح حاليا إذا كان لديك اصطلاع سعب الحريري بإختصار ما هو المطروح حاليا هذا كلام بالصحف ما بعد ما في شيء مرشح عن السلطات الرسمية أنت ماذا تعرف سيادة النايف على إنخاذ لبنان بحكومة مستقلة خارجة عن سنطرة الأحزاب نعم أنت تعرف معلومة ربما تعرف معلومة ما الذي تعرفه أنا أعرف معلومة نعم لا ماشي الحال ماشي الحال لا نحن نريد حكومة حيادية لإنقاذ لبنان من الوضع الحالي وطلبنا فيه من أكثر من سنة وعملنا طلب ونحن بصدد طلب إلى الأمم المتحدة بسبب تحقيق دولي بالجريمة التي حصلت طيب شكرا جزيلا وكنت أتمنى أن تجيب على سؤال ما هي المعلومة التي تعرفها وهبي قطشية النائب في البرلمان اللبناني شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر